يعني خليني يقوف عند عمليات الدبح دلوقتي بس عشان يبقى واضح للناس يعني موضوع الدبح تحت البيت أو على السطوح أو كلام ده ده خلاص اتمنع مظبوط؟ آه طبعا يعني وزارة التنمية المحلية كانت تغضي إجراءات سنورمة في هذا الأمر وإحنا كمان بندعم هذا الأمر أن احنا بنكون حرصين على جودة اللحوم المقدمة للباطئة طبعا احنا عملية الدبح لما بندبح جوه المجزر أولا بنضمن فيه فحص يتمل البحوم وبتلدى جودة اللحوم ثاني حاجة احنا اللحوم بيتتمم عملتها بشكل سليم وبالتالي بنضمن سلامة ونظافة اللحوم المقدمة لأهلين اللي احنا كلها والأهلين هياك أنا فاهمة بس خلاصة منع تماما أننا نتبح تحت العمارة أو فوق السطوح آه طبعا وفق القرار وزارة التنمية المحلية فيه برامات كبيرة متضبقة على كل من يقوم بالدبح حلوة أنا زمان كنت بروح للجزار وقدام الجزار بيبقى حاطة الخرفان انت بتنقل الخروف اللي انت عايزه وبتدبح قدام محل الجزار وبيقولك وبيكيز بقى وكلام من ده وبيعمل هل ده لسه موجود ولا تمنع ايضا والجزار نفسه لما بيجي يبيع دبيحة وبيبيع لحمة بيكون دابح جوه المدفر لا انا باتكلمش على دابحة انا باتكلمش على المدبوح انا باتكلم على الموجود بيبقى حاطة الخرفان حية قدامه كلها وكل واحد بينقل الخروف اللي هو عايزه وبيتدبح قدام باب الجزار قدام محل اللي ستقول لحضرتك علي ايه انا الجزار نفسه اللي بيحاول ان هو يبيع لحمة عشان يطمن جودتها بيروح يتبح في المجزار احنا كمان لما نيجي نشتري حاجة من عند الجزار فالاول ان احنا نقول له روح نتبحها في المجزار فلو اخذنا الاضحية دي وروحنا دبحناها في المجزار اكيد هيكون ده اضمن لينا والاهلينا والبيتنا فعملية الدبح بس يكون الضغط جامد جدا يا فندم اليوم ده وحنا عندنا تواجد مكسف احنا عندنا تواجد مكسف للأطبال البادرين وعندنا يعني عمل كبير بيكون موجود وفتحانها بشكل كامل لخدمة اهلنا وحنا ننكرر فيين درجة للسحة القصوى لهذا الغرض علشان نوفر او نلاقي فرصة ان احنا نقوم بعملات الزبح داخل المجازر بشكل سليم ونقدم منتج او الحوم عالية الجودة لاهلنا في مصر بيزنك ده الدكتور محمد انا عارفة ان ده مش اختصاصك يعني لكن لو جينا نتكلم على السوق الحر الاسعار برضو يعني احنا لو نتكلم على منافس وزارة الزراعة اه بنلاقي الارقام الاسعار زي ما حضرتك قلتها لكن السوق الحر مختلف بعض الشيء هل ليكو ييد في ضبط الاسعار بعض الشيء؟ يعني اولا خلينا نأكد على حاجة احنا دائما ممكن نحرفين على خدمة القطاع الخاص وعلى تعزيم در القطاع الخاص وعلى تعزيز در القطاع الخاص في توفير كافة المنتجات والسطلع الخدمات للمواطن المصر بالنسبة ليه عملية توفر لقوم المنتجات الرئاسية احنا طبعا ده بيكون امر اساسي وامر مؤكد نحنا لازم ندعمه ونساعده على توفير هذه المنتجات من خلال القطاع الخاص ولكن احنا عملية توفير المنتجات داخل المنافس التابعة للدولة بكل اجهزتها وزارة الزراعة طبعا ده بيكون دوره ان احنا بنوفر بديل مناسب سعريا في الجودة امام المواطن المصر وبالتالي لو في اي ارتفاعات غير مبررة في الاسعار هيلاقي المواطن هيلاقي بديل مناسب فبالتالي هيوفر من خلال هذه المنافس وبالتالي اللي بيحط بزيادة غير مبررة هيضطر ان هو ينزل بسعر العدل اللي يحقق منتج عالي الجودة للمواطن هو كمان يحقق ربحية عشان يستمر في العملية الانتاجية وفي نفس الوقت يكون استعر مناسب للمواطن وفقا للاسعار العدل فدي المعادلة اللي احنا بنحاول نشتغل عليها ان احنا نعظم ضر القطاع الخاص ونوفر بديل قدام المواطن عشان يكون فيه فرصة لمنع الاحتكار او منع ايهم مرسات نتشأنا انها تؤدي الى ارتفاع المبررة في الاسعار وفي نفس الوقت نضمن منتج عالي الجودة او كمان احنا بنقوم برقابة صارمة على كل اماكن البيع سوى اللحوم الحامرة او اللحوم الحية من خلال بقى جهزة الطب البطري وقطاع الخدمات او طاع التنمية السر والحيونية والزاجينة وكمان مختلف الاجهزة المعانية بالدولة علشان نضمن منتج الجيد للحوم وتدول الجيد للحوم سوى قايم الامراض او معمارسات التغذير الغير سليمة او ما الى ذلك علشان يكون دايما فيه توفر منتج عالي الجودة للمواطن المصر وبالتالي ده بيقول ان احنا اماكن البيع اللي موجودة ان شاء الله هتلاقي دايما الاسعار متقربة او رعيبة لحد كبير من اسعار الوزارة ايضا هتلاقي المكانات شاء أقل كمان وهتلاقي كمان جودة في المنتج وهتلاقي دايما رقابة من الاتضال بيتارين ولو التزمنا بعملية التبحة داخل المجازر ده كمان يبنلنا جودة الحوم ان شاء الله طب دكتور محمد الاشي سريعا 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 القاهرة الكبرى فيها كم مجزر احنا طبعا عندنا عدة مجازر يعني يمكن فيها اكتر من تطورة مجزر بيقدم كل حالينا في كل الحالة الكبرية طبعا احنا عندنا واحد من اكبر المجازر اللي موجودة فيها المنطقة بالكامل المجزر البستين اللي عند البستين اه اللي عند البستين ده عند ضبط الاسعابة كبيرة جدا واستغرق كل الازرائح ويكون فيها عندنا ان شاء الله استعداد الاستقبلها بشكل كامل احنا عندنا زمارة الحضرات احنا نرفعين تراكات الاستعداد القصوى ورفعين تواجد الاطباء البترين ومنعنا الاجهزات للاطباء البترين خلالها دي الفترة سحيح علشان استعدادها لديها عيد الاصحة دكتور محمد الارشة المتحدث باسم وزارة الزراعة بشكرك شكرا جزيلا